اشتركوا في القناة شكراً مرة أخرى على هذه الاستضافة وهي فرصة أننا نتواصلوا مع المشاهدين سواء داخل المغرب وخارج المغرب نحن سعداء وكذلك المشاهدين دينا سعداء غد يكونوا وهما كيكتشفوك وكيكتشفو الخبايا ديال البرنامج ديالكم وكيكتشفو كذلك الأبعاد الإنسانية ديال دكتورة نجيمة وكيكتشفو الأبعاد الأكاديمية ديالها نحن عرفنا من خلال الحلقة الماضية المصار ديالك علاقتك أو حكيتك مع الحكاية عرفنا كذلك الجزء أو شطر بسيط من الإنجازات ديالكم اللي كانت في اتجاه الحكواتي أو الراوي وكيفاش أنه ارضينا الاعتبار لهذا الراوي وكيفاش أننا أهلناه وعطيناه بلاصة دياله في المجتمع أهلناه بأمور عملية واقعية لدرجة أنه الآن وهو كي يعطيه وكي دوز المشعل لوليدات دياله وهو فرحان وهو مطمئن على المستقبل دياله هذه لوليدات قد نكمل في هذه الحلقة من حيث توقفنا والسؤال يلي هو الحلقة أو الرواية هي حقيقة رحلة ضمن مجموعة من الصور هي رحلة اللي كان عيط فيها على الناس وكان استضفوهم وكان ناخدوهم ضمن واحد المصار واحد المساق لكي يخليهم هما يكونوا فاعلين ضمن هذه الحكاية وأنهم يألفوا إذا صح هذا التعبير يألفوا قصتهم من خلال القصة التي يسمعونها إلا بغينا نقوله هي واحد الكثافة في الصور اليوم نحن نعيش في ثقافة الصورة وكان نعيش في هذه الثقافة اللي دخلت البيوت ودخلت البيوت وعندها تأثيرات للأسف شديد كثير من هذه التأثيرات هو لا يخدم الإنسان بغينا نسمعوا الكلام ديالك ونتيك تتكلمي في هذا الموضوع علاقة الحكاية بالصورة وكيفاش يمكننا نستثمره التقاني الحديثة كيفاش يمكننا نستثمره الكاميرا اليوم باش تكون في خدمة الإنسان ومشي مدمرة للإنسان هي أولاً سؤال مهم جداً شكراً عليه وأن الحكاية هي مولدة لصور هي مجموعة لصور غير متنهية فلاً فيني لدرجة أنه تعلم المتلقي كيف يصنع مجموعة من الصور بنفسه حتى أن الراوي لما يحكي على البطل أو على شخص شرير الذي يقول أن طوله عام وعرضه ست شهور يعني كيف يمكن أن يصور هذا الشرير أو هذا المخلوق العجيب الغريب الذي طوله عام وعرضه ست شهور وتوسيع القدرات دياله التحييوية فهذا يجعل الراوي وهو يحكي ويعطي هذا النوع من صور من خلال الحكي من خلال عبارات منمقة وأسلوب جميل أن المتلقي يسافر يسافر ويدهب يعني الخيال الجامح الذي يجعل منه إنسان غير مرتبط بصورة معينة في مربع معين لكن هذا لا يعني بأننا الآن ونحن في الألفية الثالثة وجدنا نفسنا في الوقت الذي غاب فيها الراوي على البيوتات وغابت الجداء عن مكانها الذي يلقوا بها وأصبحت الأم يعني مشغولة بعملها خرج البيت وبالعمل داخل البيت حتى لم يعود هناك تواصل انتهى التواصل ما بين الأسر حتى أنه يعني أن البعض البعض لا يعرف الآخر لا أحد يعرف الآخر فبالتالي أصبح الأطفال يهتمون بنوع من الألعاب التي تعطيهم بعض الصور لكن تلك الصور مهدات ومصنوعة تعطى لهم يعني تستهويهم الفرق بينها وبين الصور التي يعني يكتشفونها في الحكاية هي صورة تجعلهم هما بنفسهم مبدعين يولدون صور مختلفة يعني كينتقل من وضعية السهلك إلى وضعية الإنتاج الإنتاج هو مبدع هو منتج صامع للصور حتى أنه يتخيل لنفسي أنه أمام الشاشة كبيرة عريضة قد تكون شاشة عملاقة لا بداية لها ولا نهاية حتى أنه يتخيل هذا الشريط طوله يتعدى الطول حتى أن الأشجار تتكلم لحيوانات تتكلم الألوان الروائح الأشياء كل هذا تجعل من هذا المتلقي مولد لصور بلاغية وصور جميلة في المتخيل ويصبح المتخيل غني هذا المخيال يجعله طاقة تساهم في تنمية قدراته الشخصية الآن ونحن في الألفية الثالثة وكما قلت غابت الجدع البيت والبنية الأسرية تغيرت أصبح الطفل يعيش لوحده عزلة بمفهوم الكبير لما تسمى بالعزلة حتى أنه أصبحت هناك أمراض نفسية أصبحت بعض المشاكل في النطق في التأتاءة في الأوأوة في الأشياء كثيرة من هذا النوع اللي هي طبعا أمراض جسدية ولكن بفضل الحكي يصبح مفعلها أقل لأنه الطفل يكتشف يحس بأنه نفسه هو البطل لأنه كل مستمع هو بطل في حد ذاته كأنه هو نفسه الفيلم أو الحكاية تحكى كأنه هو أو كأنها هي التي ستتزوج بابن السلطان في نهاية الحكاية فكأننا ما بغيناش نحرموا أوليدتنا اللي هما اليوم يعيشوا في واحد الوضعية جديدة اللي هما كتهجم عليهم هذه التقانو كتخليهم يستيلكوا أشياء اللي يمكن تنسبهم ويمكن في كثير من الأحيان ما تنسبهمش أننا أهلناهم وعطيناهم هذه الإمكانية من خلال توثيق هذه الحلقات باش تدخل الحكاية لكل بيت كما كانت في السابق في كل بيت هو هذا الهدف هو اكتشفنا ونحن في الألفية التالية وبعد جمع كبير كم هائل من الحكاية طبعا هي للبحث والتنقيب والتحليل لكن ما جدوى أن نكتفي فقط بالتحليل وبالتنقيب وبالدراسة إذا أغفلنا الجانب الآخر اللي هو الرواية الشفاهية فطبعا بدعم من أستاذ الطهر فكرنا في جعل هذه الحكايات تتواصل مع كل بيوتات وتدخل كل المنازل داخل المغرب وخارج المغرب وأنه لا هنا ما دمنا أننا في الحدي ليس هناك حدود وليس هناك حصار وليس هناك أي عائق قيد أو شرط الكل يستمع وأنا شخصيا ضد أن الحكاية تكون ورائي مصورة لأنه أريد من المستمع أن أعيده إلى البيت كأنه أمام جدته أو كأنه أمام أمه تحكي له هذه الحكايات ويسافر ومخياله يسافر في عينان ويكتشفه ويبدع ويصنع ويولد صور التي تناسب فصورة يعني الصور المتناهية الموجودة في الحكاية تضاف إلى الكاميرا تجعل من هذا العمل عمل مفيد ومغني فيها توثيق لحكايتنا التي أصبحت الآن اندثرت ومسيت لدرجة أنه احتجدتنا أصيبوا بأنهم يجيبنا في كل مرة أننا نسينا ولم نعد نتذكر أي حكاية من الحكاية وهذا موضوع آخر ربما نتترك إليه في يوم من الأيام لكن أصبح الطفل احنا غرضنا ونحن أمام الكاميرا أن نجعله يتواصل مع جدته أو مع أمه ونجعله يستمع لهذه الحكاية حكايات التي تجعله يرتبط بفضائه ببيئته بانتمائه بثقافته فهو مغربي إفريقي أمازيغي أندلوسي عربي يعني مسلم هذه الأشياء كلها سيقتنسها وسيأخذها من الحكايات وفي نفس الوقت سنقدم له حكايات لا تقتصر فقط عن المغرب وإنما سيستمع لحكايات روسية حكايات أجنبية حكايات عالمية حينها سيقوم بنوع من التحليل ويتعلم ما يسمى بالفرنسي ويحاول أن يقوم بالعملية التحليل المقارن يقول المغيغدة مثلا عندنا هي الصندريلا عندهم يقول البنت سبع خوتها عندنا هي سنوايتها عند الآخرين فيحاول أن يجد ما هو المختلف وما هو المشترك والغرض من ذلك أن نجعله قبل كل شيء إنسان إنسان يعني النوم يؤمن بالتسامح والمحبة والغيرية يعشق الآخر ينفتح الآخر بدون عصبية أو بدون كراهية في نفس الوقت يحتزوا بانتمائه هل الانتماء السوسي أو الريفي أو المراكشي أو الوجدي يجعله إنسان يحس باعتزاز وتقدير لأنه يحس بأنه كبير وهو أمام جنسيات وأمام ثقافات أخرى إذن هاتش اللي كتقول عجيب وحقيقة ما يشبعش منه الواحد غادي تكون عندنا فرصة إن شاء الله أننا نحمقه وأننا يمكننا كذلك نتناوله من بعد أكاديمي باش نقصلوله أكثر وباش المشاهد الذين يهرف بأنه أرى هذا مجال يمكنك يظهر بسيط ولكن هو عميق في ذاتي الآن وإحنا كنتكلموا على الصورة نبغي رأيك الخاص على قوة الصورة ودور الصورة بالنسبة للحكاية ومن غير الحكاية هي أداة تساهم بشكل كبير في توصيل معلومة معينة يعني الصورة إذا رجعنا للحكايات وباللغة الحكي أقول أنها أداة سحرية عجيبة أداة سحرية في الألفية الثالثة تجعل من الإنسان يتواصل مع الآخر في كل العالم وأنه بالصورة أو من خلال الصورة الكلمة تصل الفكرة تصل لأقصى مكان في العالم وأن الصورة الآن أصبحت تتحدى فقط التواصل بالكلمة حتى بالإشارة لماذا قررت مع الأستاذ الطهر أنني أحكي بدون صور خلفية لأنه الغرض هو كيف يمكن لهذه الكاميرا أن تكتشف هذا الراوي أو الراوية التي تحكي إشارات يعني لما أحكي فيه تقاسيم الوجه فيه نظارات هذه الأشياء نريد للمستمع والمشاهد أن يتلقفها من خلال الصورة والشيء الذي أصبح من المستحيل في البيت أصبح من المستحيلات في الجلسات الصمر التي كنا نعيشها في الوقت الذي كانت لعائلة مجموعة ونحن في هذه الظروف ضروف الحجر الصحي نتمنى أن نلتقي مرة قريبا بهذه الأسرة ونستعيد معهم الأشياء التي افتقدناها بفعل العولامة وباللهط وبالركض وراء الماديات وأننا نكون قد استفدنا من هذه الآفة لكي نرجع للجلسة واللمة العائلية وللتواصل مع الأحباب بالمثل بالحكاية أو بأشياء أخرى تجعلنا نفتخر بكوننا مغاربة إذن على هذه الكلمات اللي هما إيجابية ردي نجتهد ما واسع علي أنني لخص بعض الأشياء اللي وصلتني ولا شك أن الجعبة ديالك مازال كثير من التحف وكثير من المناجم اللي احنا محتاجين أننا نتعرف عليها والمشاهد الكريم كذلك محتاج أنه يتعرف عليها في هذه الحلقة كانت عندنا واحدة رحلة لطيفة خفيفة مع الدكتورة نجيمة في الكواليس ديال الشغال ديالها في أمور اللي هي خاصة بها اللي انفتحة علينا بها باش نفهموا بأنه الحكاية هي واحدة المصار لكي يولد عندنا مجموعة من المهارات كي يبني عندنا هذه المهارات وكي يخلينا أننا نواجه بها الحياة مهارات في جانب التخيل مهارات كذلك في التعاطي مع الأشياء في مقاربة الأشياء ومهارات فكرية هائلة جدا في المقارنة في الترتيب وفي تنظيم الأفكار كثير من الأشياء ممكن لها اتقال على الحكاية كذلك في هذه الرحلة السريعة والخفيفة واللطيفة الدكتورة نجيمة أعطتنا فكرة على الصورة والصورة والمضمون ديالها والكثافة التي تنقلها إلى الآخر الصورة اللي كي كل محور ديالها هو الإنسان وفاش كتكون الصورة المحورة ديالها هو الإنسان كنستطع أننا نسخرج خبايا هذا الإنسان في أبعاده المختلفة إنسان يعبر من خلال اللفظ من خلال الكلمة لكن يعبر كذلك بتواصل غير لفظي وهذا يلا بدينك نفهمه كثير من الصعوبات لدينا علائقية مع النسلق ربلينا داخل الأسر ديالنا وكذلك في فضاءات العمل ومع الآخرين عبر العالم غادي تبدد هذه الصعوبات وغادي نجوزها غادي لقورصنا في علاقات قوية نمد يدينا إلى الآخر دون خوف نمد يدينا إلى الآخر دون تحفظ علش لأننا نحن قالسين ووقفين على واحد الأرضية اللي هي صلبة كما قالت دكتورة نجيمة أرضية صلبة لأننا نحن فخورين بهذا الأرض الذي نتوفر عليه ولكن فخرنا بهذا الأرض لا يجعلنا متعصبين له بالعكس يعطينا ثيقة كبيرة جدا باش نمشي في اتجاه الآخر لنتعلم من الآخر لنتبادل مع الآخر لنكون مع الآخر على أرضية سواء ونمضي نحن بني الإنسان لأننا المشترك كبير وعندك ذلك التنوع والتنوع هو الذي يعطيه جمالية هو الذي يعطينا إمكانية أن يغني بعضنا البعض على هذه الكلمات الطيبات الجميلات نختم هذه الحلقة ولو لا زال في الذهن كثير من الأسئلة وما زالتنا شغف ديال الانفتاح على عالم الحكاية نضرب لكم موعدا لاحقا لنتعمق أكثر في هذا الجانب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واشركم مباركة سعيدة اشتركوا في القناة